السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي سريع الانفعال شديد الغضب سابقا كان يضربني بدون سبب في أي حوار ولا أقصد نقاشا بل هو مجرد حوار فيغضب ويضربني تأزمت نفسيتي وبتعدت المدة أكثر من شهرين فوعدني ألا يعيدها وانقطع مدة ثم عادة لطبع بشكل أقل لكنه أصبح يؤذيني بالكلام أكثر يسيب ويشتم ويفرغ غضبه علي صبرت كتير لكن تعبت أنا خايفة من الطلاق لأن لدي معه طفلين وفي صفات حميدة نادرة في شبابنا وهو ملتزم بالصلاة بعيدة على المحرمات مثل النساء والسجائر كريم معي ومع الجميع نظيف ومرح إذا كان على طبعته لكن مشكلته إذا غضب هل الطلاق هو الحل أم علي أصبر أكثر لقد تغيرت إلى الأسوأ أشعر أنني أفقد نفسي أصبحت دائما حزينة ومكتئبة وتملكني خوف شديد من كل شيء أرجو نصحتك وبرك الله فيك طيب خليني أقولك على الزوج اللي طبعه غضب يعني هو طبعه غضب بيغضب مش حالة طريقة عليه كان كويس وبقى أجد لا ده هو طبعه بيغضب أعمل معاه إيه؟ الشخص الغضوب بنشوف ثلاث حاجات أسباب الغضب هل هي شخص هل هو موقف هل هو مكان وبعد ما بيكتب طبعا هو لازم الشخص ذات نفسه يعالج نفسه بالكلام ده ويكتب ويروح ويشوف إدارة الغضب إزاي وأشوف الكلام اللي أنا ممكن أنا أعمله أدي الغضب أدي السبب أدي مثير الغضب إن شاء الله نعملكوا حلقة بالكلام ده كيفية إدارة الغضب وبعدين بعد ما جيب المسير نجيب الأسباب هل هي شخص هولا بيخليني ولا كلمة بتتقال ولا فعل ولا مكان طيب إيه اللي كان ممكن أتفادى في الموقف إيه حاجات ما عليش بتنكتب أو بيتم منقشته فيها وبيتم يجاوب عليها ضروري علشان يعرف نفسه هو فين في مرحلة الغضب وصل للأقصى ولا النص ولا أعلى حاجة طيب أتعامل معاه إزاي بالهدوء وأعمل حاجة اسمها رابط شرطي لله واعي عنده زوجي أنت دلوقتي ببتدت زعق وسوطك يعلم طيب نحاول نهدى زي ما اتفقنا نحاول نهدى وبعد كده نعم شتم قلوا لأ انت عارفوا أن أنا لا أقبل لا اشتيمة ولا إيه اللي تحترم ولا تزيق ولا مدي إيد مدي الإيد ده ممنوع تماما عاودوا بتاع بيتدخل العيلة وبعمل ممنوع لا يضرب ولا عمل طيب ابتدأ عاودوا لأنه عنده كمية غضب عنده كمية أمور عايزة طلحها فيصب غضبه عليها فبقى يشتم لا زي ما منع نفسه ودي إشارة المخ وبلاش تضربها أو تمسكها أو تضربها يدي إشارة المخ وممنوع اللفظ والكلمات اللفظية المسيئة بيجي بالتدريب وبيجي بالصبر وبيجي بإن إحنا نوقفه قدام عائلته قدام ناسه قدام حاله على الكلام ده ده مهم جدا جدا الحل الطلاق لا في الصفات التانية الجميلة اللي انت قلت يا خلوك محترم كريم حنون مع أولاده بشوش بيصلي ما بيدخلش حرام مش بتعني نساء ولا هكذا في الصفات تانية هي الأمر ده نصبر عليه ونمنع الغضب ونحمل له رابط شرطي وابعد ساعة لما كده أبعد قلوا لا أنا هبعد وقفل على نفسه عشان إيه انت بادي في موقفة الغضب وإحنا مش عادة لأن الخطأ اللي بينتج عن أو النتيجة اللي بتنتج عن أفعال الغضب بيرجع يندم عليه ويريدها بتتصلح ما بتتصلحش فاستعيني بالخطوات اللي أنا قلت لك عليها هو كمان يدير موضوع الغضب ده ويدير فيه فيه أكتر من دورة وأكتر من حالات إن شاء الله نعمل لكم الحلقات دي يسمع ويمشي على الخطاط اللي هنقول له عليها بحيث إن هو على الأقل النفسي تتاد تمرين التنفس برضو من الحاجات اللي بتساعد على الودوء إن أنا أعرف المسير ومنعه إن أنا أشوف البديل اللي ممكن أعود به واتقل تلغضب اللي جواء دي أطلح بإيه بشيء ما يكونش لايئز الآخرين ولايئزيني ولا قرار أرجع أندم عليه بعد جين أضع الله سبحانه وتعالى لك يا صاحبة السؤال بالخير ما تطلق مش هو الحل